اشتركوا في القناة ثم يعني بعدها رح يرجع للثور متراجع ورح يضل فترة في الثور متراجع بعدين برجع للحركة الامامية عشان نحكي بالتفصيل عن هاي الحركة اللي هي حركة التراجع السلبية اللي دائما بتصير ثلاث مرات في السنة فهاي اول تراجع لعطارد وهو سلبي جدا على كثير من الاحداث في حياتنا لازم لكل يتنباه لها وفي نفس اللحظة لما بنا نحكي عن التراجع لما بكون ما بين برجين يعني بدي يتراجع في برجين اللي هو مثلا في الجوزاء وبدي يرجع للثور يعني تأثيرات برجين عادة بصير فيه خربطة عند الاشخاص بالتواريخ ما بيقدروا يحددوا التواريخ بالضبط او يحفظوا التواريخ بالضبط فعشان هيك بدي اشرح بالتفصيل وبعدين بدي اشرح بشكل مختصر توضيحي عشان اللي بدهم يعرفوا فترة التراجع هاي بتكون من امتى لامتى طبعا الحلقة هاي ما راح نحكي عن كل التراجع يعني راح نحكي عن فترة مكوت عطارد في الجوزاء وتراجعه في الجوزاء ايجابيته سلبيته وفي حلقة لما ييجي بدو ينتقل لبرج الثور يتراجع للثور راح نحكي بحلقة منفصلة عشان ما حدا يتخربط بين الحلقتين يعني يصير هاي حلقة لحال وهاي حلقة لحال هاي مد لحال وهاي مد لحال بكون هيك افضل طبعا بالنسبة للانتقال هو اساسا راح ينتقل عطارد من برج الثور للجوزاء اللي هو يوم الجمعة يوم تسعة وعشرين اربعة راح ينتقل في تمام ساعة عشرة وواحد وعشرين دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش بنتقل من الثور للجوزاء راح يظل في حركة امامية في برج الجوزاء لغاية يوم عشرة خمسة طبعا عشرة خمسة بيبدأ عملية التراجع في برج الجوزاء بعود متراجع لبرج الثور يوم ثلاثة وعشرين خمسة بيستمر في التراجع حتى صباح يوم ثلاثة ستة في الثور بعدها برجع للحركة الامامية تقريبا الساعة ثمانية صباحا من يوم ثلاثة ستة من يوم ثلاثة ستة برجع للحركة الامامية بعدها بيظل بحركة امامية ليوم ثلاثة ستة لا ينتقل بعدها من الثور للجوزاء طبعا هيك الكل تخربط لانه بالنسبة لذكر التواريخ بالطريقة هاي اذا الواحد ما كتبها ما رح يفهمها طيب خلينا نحكي احنا بتفصيل او بطريقة مبسطة اكثر بالنسبة لفترة التراجع اللي رح تكون من يوم عشرة خمسة ليوم ثلاثة ستة ماشي هاي فترة التراجع كلها من بدايتها لنهايتها عادة بتكون هي مدتها ثلاثة اسابيع فهي من عشرة خمسة لثلاثة ستة هي فترة التراجع الاساسية الآن في خمس ايام ما قبل التراجع اللي هي بتبلش تأثيرات التراجع وخمس ايام ما بعد انتهاء التراجع يعني بمعنى آخر من يوم خمسة خمسة ببلش تأثيرات التراجع لغاية يوم ثمانية ستة تأثيرات التراجع حسا من يوم تسعة وعشرين أربعة لغاية اثنين وعشرين خمسة بيكون العطارد موجود في برج الجوزاء من يوم ثلاثة وعشرين خمسة لأنه هو اثنين وعشرين خمسة عند منتصف الليل بينتقل فعشان هيك كل يوم اثنين وعشرين خمسة بيكون في الجوزاء يوم ثلاثة وعشرين خمسة من كله يعني من عند منتصف الليل لغاية يوم ثلاثة عشر ستة بيكون موجود في برج الثورة فترة التراجع زي ما حكينا اللي هي الفترة اللي بتكون ما بين عشر خمسة لغاية ثلاثة ستة طيب معناته الحلقة هاي رح نحكي احنا عن الفترة الاولى اللي هي فترة وجود عطارد في برج الجوزاء في حركة امامية وتراجعية اللي هي من تسعة وعشرين اربعة لاثنين وعشرين خمسة طيب عطارد هو بالاساس رح يكون موجود في بيته لان الجوزاء هو الكوكب المتحكم في برج الجوزاء هو كوكب عطارد هو بتحكم في العذراء وبتحكم في الجوزاء طيب بما انه بدنا نحكي عن عطارد عطارد مسؤول عن ايش؟ عطارد مسؤول عن قدرة التفكير التحكم بافكارنا نقل افكارنا للغير تقوية الذاكرة وبيتحكم بالاتصالات والمواصلات وايلو تحكم برضو في العملة والبورصة والاشياء اللي زي هي بالنسبة لصفاته صفاته الفضول والعفوية قوة الاتصال والتعبير وعشق الحرية قوة التفكير وبرضو تحليل الامور وكثرة الحركة وبرضو العصبية طيب بما انه كوكب عطارد رح يتراجع ورح ياخذ مدة طويلة من مكوته في برج الجوزاء فمعناته الغالب اللي رح يكون عليه بطبيعته رغم الزوايا اللي رح يشكلها رح يشكل زوايا ولكن التراجع دائما يغلب بصفاته السلبية على اي زوايا ايجابية بشكلها فعشان هيك رح يكون الاغلب له هي فترة سلبية او منتحسة في عملية التراجع لازم الكل يحذر منها اللي هي خلال الفترة ما بين 5-5 لغاية 22-5 اللي هي الفترة اللي رح نحكي عنها اللي هي الفترة الاولى ماشي ما بدنا نحكي احنا يعني ماشي تأثيرات التراجع هي لغاية 8-6 ولكن إنه إحنا بدنا نحكي عن الفترة الأولى بعدين بنعمل حلقة تانية لنحكي عنه لما يتراجع في برج الثور في بعض الأشخاص ممكن يسألوا سؤال هو الكوكب برجع رجوع يعني بصير ريفيرس يعمل لورا أو شو اللي بصير ليش نسميه إحنا لأب في علم الفلك تراجع وهو ما بتراجع هو فعليا هو بيكون بحركة أمامية يعني هو بيكون بنفس الحركة الأمامية ولكن بيصل لمرحلة من البطء الشديد جدا لدرجة إنه الخارطة الفلكية والكواكب الأخرى بتصير أسرع منه فعشان هيك وهو بيظهر للحركة على الخارطة الفلكية إنه برجع لورا هو فعليا بيكون بيمشي للأمام ولكن من بطءه كل شيء بتحرك أسرع منه فببان إنه هو بتراجعه وشرحناها في السابق إنه عملية التراجع زي أنت لما تكون ماشي بسيارة سرعة 100 وتمر من جنب سيارة أخرى أو واحد راكب عبسكليت تمر من جنبه هو فعليا بيمشي للأمام ولكن لأنك أنت أسرع منه بيبين إنه هو رجع من جنبك للخلف طيب بالنسبة لموليد برج الجوزاء لما عطارد بنتقل عندهم عادة بيستفيدوا في مجال الدراسة والمطالعة والاتصالات والمواصلات كمان بيستفيد معهم الأبراج الهوائية والنارية يعني زي الميزان والدلو الحمل الأسد القوس هدولا بيستفيدوا كمان كل شخص تواجد كوكب عطارد في برج الجوزاء ساعة ولاته ماشي من تسعة وعشرين أربعة لغاية يوم أربعة خمسة هاي فترة إيجابي لحركة عطارد وبكون سعودته عالية جدا فيها ولكن ما بعدها اللي هي من بداية تأثيرات التراجع اللي هي من يوم خمسة خمسة ولا نهاية التراجع اللي هي لغاية يوم ثمانية ستة اللي هو بنتهي فيها التراجع حتى لما برج على الثور فهاي الفترة تعتبر فترة سيئة لأي خطوة جديدة مهمة مثل خطبة أو زفاف أو افتتاح مشروع جديد أو شراء حاجية ثمينة نتضرر جميعا في هذا التراجع ولكن أكثر المتضررين بهاي الصفات اللي أنا حكيتها اللي هما موليد برج الجوزاء موليد برج العدراء وطبعا موليد برج الثور من تاريخ ثلاثة وعشرين خمسة لغاية ثمانية ستة بيتأثروا بنفس الصفات اللي إحنا حكيناها يعني طيل فترة التراجع الجوزاء والعذراء لأنه هو الكوكب المسيطر عليهم هو كوكبهم فعشان هيك هم أكثر المتضررين وبتشوشوا والأشياء اللي حكيناها من سلبيات هم أكثر ناس بتضرروا فيها لما بيوصل للثور لبرج الثور في ثلاثة وعشرين خمسة بيصير موليد برج الثور مع الجوزاء والعذراء في تأثرهم السلبي وباستمر هذا التأثر لغاية يوم ثمانية ستة طيب أنا رح أحكي عن تراجع هذا وعن تأثيراته على جميع الأبراج ورح نذكر الإيجابيات والسلبيات لكل الأبراج اللي هي في فترة اللي هي الفترة الأولى اللي حكينا عنها لما بيكون موجود الجوزاء طبعا لأنه إلها تأثيرات مهمة كثير على حياتنا وهاي فترة التراجع نشعر بالتشويش في حياتنا اليومي وبيبدأ التأثير السلبي زي ما حكينا قبل بخمس أيام وبعد بخمس أيام من عملية التراجع من المجالات الرئيسية اللي بتتأثر سلبا في عملية التراجع عطارد أول إشي الاتصالات يعني أول شغلة بتصير أي شيء له علاقة بالاتصالات بالمواصلات هو بصير الضغط عليها يعني ممكن تتعطل هواتف بصورة مفاجئة أجهزة كمبيوتر طريقة التواصل ما بينك وبين الأشخاص يبطلوا يردوا عليك يبطل فيه نوع من أنواع التفاهم ما بين الأشخاص صعب أنك تنقل وجهة نظرك أو تقنع شخص بوجهة نظرك بالمقابلات بصير فيها خربطات كثير رسائل ممكن تتعطل ما تقدر ترسلها أنت بتنتظر طارد بريدي مثلا أو تشتري شيء من الإنترنت وبتستنى يوصلك يتأخر أكثر من المعتاد أو يصير فيه عطل بعملية الشحن يعني بالأمور هاي بإضافة أنه برضو في فترة التراجع هاي منشوف أنه الشوارع صار فيها اكتظاظ للحركة المرورية ومننتظر طويل في سياراتنا وعادة بتكثر في هاي الفترة حوادث السير بتصير حوادث السير بشكل ملحوظ وما لها أي مبرر كمان في هاي الفترة بتزيد اللي هي سرقة السيارات سرقة الهواتف خرب أو تلف مفاجئ بحل بالسيارة بتلاقيها تعطلت كهربة السيارة أو الأجهزة الكهربائية أو الإلكترونية أو حتى في المصانع الكبيرة بصير فيها أعطال حتى في شبكات الإنترنت والأمور اللي زي هيك بصير فيها بطوء بصير فيها خلل الحواسيب الكمبيوترات الأشياء هاي كلها بصير فيها أعطال حتى في الأجهزة الكهربائية المنزلية يعني بتجد أنه بتتعطل بصورة مفاجئة دون سابق اندار مثل جهاز التلفزيون الثلاجة الغسالة الأجهزة الكهربائية المنزلية في هاي الفترة أيضا يجب الحذر أثناء توقيع على العقود لأنه زي ما حكينا بيكون في تشويش على الفكر فلما تيجي بدك تتوقع على العقد فممكن تغفل عن بند من بنوده فعشان هيك ممكن يكون ضدك مش لمصلحتك فعشان هيك لازم تتفحص بنود العقد بشكل دقيق دقيق جدا وأكثر من مرة عشان ما تكون ضحية لهاي الأمور بوسعنا برضو تأجيل توقيع عقود إذا مثلا كنت بتقدر تأجل العقد لبعض التراجع بكون أفضل ولكن إذا كنت مضطر في فترة التراجع زي ما حكينا بدك تدقيق في كل البنود بشكل متناهد دقة يعني أو تستشير أهل الإختصاص في هذا الموضوع في فترة تراجع عطارد ما بنصح أي شخص من جميع الأبراج أنه يكفل شخص كفالة مالية كفالة بن كفالة قرض كفالة أمور زي هيك ما تكفلوا لأنه بالفترة هاي برضو ممكن هذا الشخص ما يوفي بالشروط وما يسدد الدين اللي عليه فأنت تتورط في هاي المسألة برضو من لاحظ بصورة عامة أنه بالفترة هاي بصير عدم استقرار بالوضع المالي بصورة عامة وخصوصا الأشخاص اللي بيضاربوا بالسوق المالي أو بالبورصة أو بتجارة الذهب أو المعادن أو الأمور هاي برضو هذول الأشخاص بدهم ينتبهوا في فترة تراجع عطارد لأنه بصير ذبذبة سريعة وبتغير العملات بأكثر من سريعة يعني بمعنى آخر في لحظات بتنقلب الأسعار بارتفاع وصعود بدون ما الواحد يقدر يلحق عليها فالخسارات بتصير كبيرة في أسواق المال فاللي بيشتغلوا في هذا المجال بدهم يكونوا أكثر وعي وينتبهوا حتى على مستوى أسعار العملة بتلاقيوها بترتفع وبتنزل بشكل سريع جداً أما بالنسبة برضو للأمور السلبية اللي هي النسيان والتشويش اللي ممكن يصيبنا في هاي الفترة اللي ممكن نفقد حاجياتنا لسيما مفاتيح أو راق ثبوتية حتى في مجالات الدراسة بتخف قدرتنا على الاستيعاب وبتزول الرغبة بالالتحاق بدورات دراسية أو ما في عنا رغبة حتى للقراءة أكثر الأشخاص زي ما حكينا اللي هم اللي بدهم يحذروا من كل هاي الصفات بشكل مباشر هم مواليد الجوزاء والعذراء وبعديهم مواليد برج الثور يعني هذول الثلاثة الأساسيين اللي بنطبق كل اللي ذكرناهم بشكل مباشر عليهم الآن رح نحكي عن كل الأبراج كل برج إيش الإشي الخاص غير هذا اللي حكينا إشي خاص رح ينتبهوا عليه أكثر من غيرهم لأنه رح يتركز عليهم أكثر من غيرهم في الفترة القادمة برج الحمل بالنسبة لما وليد برج الحمل لأنه البيت الثالث لألكم فهون بدكوا تنتبهوا خصوصا الطلاب الابتدائي والثانوي اللي بيقدموا ثانوية عامة والطلاب المدارس اللي عندهم امتحانات هذول بدهم ينتبهوا في الدراسة والمطالعة ممكن يستفيدوا في الفترة الأولى قبل التراجع ولكن لأنه فترة التراجع طويلة بدهم ينتبهوا بشكل كبير وبرضو بدهم ينتبهوا أثناء تنقلاتهم أعطال في السيارات في الإلكترونيات في الأجهزة المواصلات واللي بدو يشتري سيارة بدو يتفقدها بشكل جيد بالفترة القادمة فترة مهمة هي في الفترة الإيجابية للأسفار والدراسة والعمل ولكن زي ما حكينا لأنه فترة التراجع سلبية فبدكوا تنتبهوا من هاي الأمور حتى في أمور المشاركة باللقاءات والندوات الفكرية بدكوا تركزوا ممكن تسمعوا أخبار سيئة بفترة التراجع بتجعلكم مترددين أو متحيرين وبيدفعكم لاتخاذ قرارات متسرعة أو إفشاء أسرار فبدك تكون حذر في كلامك وفي مراسلاتك برج الثور بالنسبة بالنسبة لموليد برج الثور طبعا في المرحلة الأولى هي بتركز على الأمور المالية فبتنصب أفكارهم حول أفضل السبل للمكاسب المالية ممكن يسمعوا أخبار سارة بخصوص عملهم أو يحصلوا على أرباح سريعة بتفيدهم وهذه فترة مناسبة للمعاملات التجارية ولكن بدهم ينتبهون وفترة التراجع وتأثيراته يعني بتصير هنا فترة متوترة ما بينكم بين رفاقكم بالعمل ممكن ترتبقوا أخطاء في أراكم وأحكاكم وبدكم تتجنبوا التوقيع على وثائق مهمة صحيح أن الفترة هاي فيها بعض المكاسب المالية ولكن المصاريف المالية وفقدان المال وكفالة المال وسرقة مالكم هي الفترة هاي بتكون في أوجها فعشان هيك بتنتبهوا على الأمور المالية بشكل كبير وما تغامروا بالأمور المالية حتى في الأسواق والأسهم والبورصة بدكم تنتبهوا بشكل كبير برج الجوزة بالنسبة موليد برج الجوزة طبعا هم أكثر المتضررين زي ما حكينا لأن التراجع رح يكون عندهم فعشان هيك التشتت بيكون على المستوى الفكري على قدرة الإدراك على قدرة إقناعهم للغير بآراءهم صحيح أنه في الفترات الإيجابية بينشطوا بالدراسة والمطالع والسفر والاتصالات ولكن بدهم يكونوا أكثر وعي أثناء تنقلاتهم وحواراتهم قيادتهم للسيارة ممكن يكون في صعوبة في إنجاز بعض أعمالهم يعني حتى على مستوى الدراسة بيكون فيها بعض الصعوبة ممكن يعانوا من بعض الإرهاق أو الإجهاد بسبب عصبيتهم وتلهفهم سرعة انفعالهم بدهم ينتبهوا أثناء تنقلاتهم بشكل كبير وبدهم يتجنبوا اتخاذ قرارات مهمة بشكل يعني 100% ما يتخذوا أي قرار مهم في هاي الفترة أثناء تنقلاتهم ما يتنقلوا فيما أماكن خطرة لأنهم بكونوا عرضة لمشاكل وبالفترة هاي رح يسمعوا كثير من الأخبار المتناقبة برج السرطان بالنسبة لموليد برج السرطان بما أنه هو بيت المتاعب فهنا بتكثر عندهم الأحلام الكوابيس الخوف القلق الشكوك الغيرة بيصير عندهم أشياء متضاربة بشكل كبير وحنلاحظ أنه موليد برج السرطان بالفترة القادمة هم أكثر الأشخاص المترددين على النصابين والمحتالين الروحانيين لأنه رح يبدأ اهتمامهم بالغيبيات وفي نفس اللحظة رح يشكر أنهم عملوا لهم سحر ومصيوبين بالعين ومش عارف إيش من هذا الكلام فهم أكثر ناس رح يستغلوا من هذا الجانب طبعا هي التأثيرات الفلكية هي اللي بتعمل هاي السلبية ما إلها علاقة لا بسحر ولا بشياطين ولا بالأمور هاي ممكن أنه شوي برضو ما وليد برج السرطان يصير عندهم زي ما حكينا الشك والغير يتعرضوا لكلام سيء أو إفشاء بعض الأسرار عنهم برضو التعب الصحي اللي إلو علاقة بالأعصاب وهم عرضة لإلو بالفترة القادمة برج الأسد بالنسبة لموليد برج الأسد طبعا أكثر الخلافات والمشاكل صحيح ممكن بتزيد نشاطهم للتواصل أو التعرف على أصدقاء أو اللقاءات ما بينهم بين الأصدقاء ولكن كثير خلافات رح تصير ما بينهم وبين الأصدقاء وممكن أنه بالفترة هاي تنتهي علاقتهم مع صديق بشكل سريع جدا وكون لها آثار سلبية بدك تنتبه من هاي النقطة ممكن تتلقى بعض الأخبار عن بعض الأصدقاء اللي بيقوموا بعيد مثلا في دولة ثانية وهذا الإشي يزعجك بشكل كبير ممكن أثناء قيامك بمشاريع أو لقاءات فكرية يصير برضو بعض الإضطراب أو المشاكل فعشان هيك برضو بدك تنتبه من هاي النقطة لأنه هو رح يتركز كل المشاكل أو كل السلبية عن لقاءات الاجتماعية في المناسبات وعلى علاقتك بالأصدقاء هاي هي أهم النقاط برج العدراء بالنسبة لموليد برج العدراء طبعا لأنه هم المتضررين كمان مع برج الجوزاء لأنه كوكبهم وبرضو بشكل زاوية تربيع معاهم اللي هو بيت اللي احنا منسميه اللي له علاقة بالشخصية العلاقة بالعلاقات المشهورة مع الناس ذو المناصب مع المسؤولين برضو هذا بيت السمعة فعشان هيك هم أكثر الأشخاص اللي بدون ينتبهوا لهاي الأشياء اللي احنا ذكرناها أفكارهم ممكن تكون مشوشة تأثر على علاقاتهم بالمسؤولين في مجال العمل ممكن يسمعوا خبر مش جيد بخصوص وضعيتهم المادية أو علاقاتهم بالعمل وفي أشخاص ممكن ينتهي عقدهم بشكل مفاجئ بسبب تقصير أو بسبب مشاكل قديمة أو بسبب تخلفهم عن دوامهم أو أخطاء في العمل فترة فيها نوع من أنواع السلبية على طريقة تعاملكم مع الأشخاص دون نفوذ اللي هم إن كانوا مسؤولين أو أشخاص من صفات عالية مثلا في المجتمع أهم إشي أنه في الفترة هاي ما تهمل مشاريعك لأنه ممكن تتعرض سمعتك الاجتماعية برضو لبعض الشبهات إذا غامرت أو جازفت بالفترة هاي ما في داعي لهاي الأمور ما في داعي للمخاطرة أو المغامرة أو مخالفة القوانين بدك تتحلى بالصبر وتضبط أعصابك قدر الإمكان برج الميزان بالنسبة لموليد برج الميزان طبعا التحذيرات لأنه هذا البيت التاسع اللي إليه أعلاقة بالسفر والاتصالات البعيدة والدراسة الجامعية فهدولة أكثر ناس بدهم يكونوا حذرين إذا كان عندهم سفر بدهم يتفقدوا أمتعتهم يتوقعوا أنه صير في ضياع أو فقدان لبعض الأمتعة أو الأوراق الثبوتية أوراق إلها علاقة بالمحاكم أو القضايا يصير فيها مشاكل برضو إذا بدهم يكفلوا حد الفترة هاي ما بنصح فيها نهائيا باتصالاتهم مشاكل بالأجهزة الإلكترونية اللي عندهم دراسات جامعية بدهم يدرسوا بشكل جيد ما يعتمدوا على الحضوظ بدهم يركزوا حتى في أثناء تقديمهم للامتحانات برضو هاي الفترة بتعمل مشاكل مع أشخاص إما غرباء أو أجانب أو مقيمين خارج البلاد عليك الحذر من أي وعد أي شخص بيقطعه لإلك بالفترة هاي لأنه قلما يتم الوفاء بهذا الوعد يستحسن أنه يعني اللي بيقدر يأجل سفره أنه يأجله بالفترة القادمة ولكن إذا كان مضطر هي بده يتفقد كل شيء مثل ما حكيت له برج العقرب بالنسبة لما وليد برج العقرب طبعا مشاكلهم زي ما حكينا على الأمور المالية أكثر شيء وخصوصا الأموال المشتركة بدهم ينتبهوا لأنه هو بينصب أفكارهم حول الأمور المالية المشتركة اللي هي الأموال اللي فيها شريك فعشان هي كيف تصير مشاكل إذا كفلوا حد إذا داينوا حد فلوس الأمور اللي إلها علاقة بالميراث إلها علاقة بالبنوك بالقروض هاي كلها بدهم يكونوا حذرين منها بشكل كبير لأنه بالفترة هاي بتصرعوا بعملية التوقيع على العقود سهل استعطافهم فعشان هيك بتصير عندهم مشاكل كبيرة على هاي النقطة برضو بالفترة هاي بزيد طيشهم وعصبيتهم فعشان هيك ممكن يسمعوا أخبار سيئة بيتجنبوا قدر الإمكان اللي هي التنقلات في المناطق المجهولة أو المناطق اللي ما بيعرفوا فيها شوارعها بشكل كبير بدهم ينتبهوا بشكل كبير عليها وأهم إشي المضاربات المالية مثل البورصة والأسهم بدهم يكونوا حذرين فيها برج القوس بالنسبة لما وليد برج القوس طبعا لأنه هذا بيت الشراك المالية والعاطفية فهدول الأشخاص أكثر ناس بقول لهم ديروا بالكوا من أمور إلها علاقة بالارتباط أو الزواج أو الخطوبة بالفترة هاي لأنه هم أكثر الأشخاص المتضررين من تراجع وطارد على مستوى الارتباط فعشان هيك إذا بقدروا يأجلوا ما يخلوا ارتباطهم أو زواجهم في فترة التراجع بكون ممتاز إذا كانوا مضطرين بدهم يمسكوا أعصابهم وحتى في المستقبل بدهم يعني يتحملوا أي أخطاء أو أي ضغوطات بتصير من الطرف الثاني لا أنصح بعملية الارتباط في فترة التراجع وطارد لكل الأبراج ولكن خاصة موليد برج القوس لأنه هذا بيت شراكتهم فهم أكثر ناس بدهم ينتبههم على هاي النقطة حتى شراكت المال على مشاريع جديدة أو بدهم يعملوا مشاريع جديدة وبدهم يوقعوا على عقود إذا كان في مجالة تأجيلها لبعد التراجع بكون أفضل ولكن إذا كان في فترة التراجع بدهم يقرأوا العقود أكثر من مرة ويتأنوا أكثر من مرة قبل إصدار القرارات وخصوصا على هاي الأمور برضو علاقاتهم الزوجية بتكون في الفترة هاي حدي جدا ممكن حتى بين الأزواج يصير خلافات فعشان هيك دائما منحكي أن هاي الفترة وفترة التراجع في بيت شراكة يعني بمعنى آخر بتزيد فيها الخلافات والنزاعات مع شركائكم أو مع أزواجهم برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا هنا التأثير كله على العمل وعلى الصحة ولكن إيش التأثير اللي بصير من عطار دع هاي النقطة هي مشاكل ما بينهم بين الزملاء ما بقدروا يتمموا الأعمال المطلوبة منهم على مستوى العمل مشاكل بالعمل بينهم وبين المسؤولين أو بينهم وبين الزملاء ممكن كثير من موليد برج الجوزاء الجدي يوصلوا لمرحلة أنه بدهم يتركوا العمل بسبب أنه في ضغط كبير عليهم أو فيه هجوم أو فيه تآمر عليهم فعشان هيك بدهم يضبطوا أعصابهم ويراجعوا بنود شغلهم يحاولوا ينجزوا العمل ويركزوا فيه ما يهملوا ما يتقاعصوا حتى لو بدهم يضطروا أنهم يعملوا وقت إضافي يعمل وقت إضافي ولكن على أساسه ما تصير أخطاء وعلى مستوى الصحة وهذا الكوكب له علاقة بتأثيراته على الأعصاب فبدهم ينتبهوا من ألام الظهر ألام العرق النساء ألام الفخد ألام الأعصاب التوتر الاكتئاب الأمور هاي بدهم ينتبهوا منها بشكل كبير أهم شيء الانتباه من أغلاط ناجمة عن عدم الانتباه في مجال عملكم برج الدلو بالنسبة لموليد برج الدلو طبعا هم أكثر الأشخاص برضو اللي بدهم ينتبهوا أثناء تعاملهم مع الأحبة بالفترة هاي برضو هاي الفترة مش مناسبة للتحديات الأدبية أو لطرح الأمور الفنية أو للأشخاص اللي من موليد برج الدلو أو حتى الأمور اللي إلها علاقة بالمجال العاطفي حسم الأمور العاطفية بأنك بدك ترتبط أو بدك تخطب بالفترة هاي بفضل تأجيلها وعدم أخذها بهاي الفترة لأنه هاي الفترة الحظ ما بيدعمك وكثير من المشاكل والأخطاء الناجمة عن طريقة سوء التفاهم ما بينك وبين الأحبة ما بينك وبين الخطيبة أو الحبيبة أو حتى الأبناء أو أحد الوالدين فعشان هيك بدك تنتبه من هاي النقطة كثير من الأحداث اللي إلها علاقة بالأبناء ممكن تصير سوء تفاهم أو خلاف كبير بينك وبين الأبناء برضو بالفترة هاي بصير فعشان هيك منقول إنه الفترة هاي لا تعتمدوا على الحظ لا ترتبطوا إذا كان في مجال للتأجيل بعد انتهاء التراجع بكون أفضل بهاي الفترة برضو هي تلقائيا بتجعلكم مترددين وممكن تسمع فيها أخبار غير سارة من أشخاص قاربين لا إلك برج الحوت بالنسبة لما وليد برج الحوت طبعا هنا كل التركيز رح يكون على العقارات على البيت على العائلة هدولا أهم من المشاكل اللي رح تنصب عليها كل فترة سلبية تراجع وطارد فممكن أعطال منزلية كهربائيات إلكترونيات تليفونات يصير فيها أعطال برضو مشاكل بطريقة التواصل ما بينك وبين أفراد العائلة مشاكل تطلع منها شيء بتكبر المشاكل هاي وممكن تتفاقم إذا ما ضبطت أعصابك ممكن تسمع أخبار مش منيحة بتخص عائلتك أو أفراد العائلة الفترة هاي بتصير غير مناسبة لا تغيير محل الإقامة أو استئجار بيت أو نقل من بيت لبيت يعني يفضل إنك تتفقد إذا حتى مضطر بدك تتفقد البيت بشكل جيد العقد بشكل جيد المقتنيات المنزلية بدك تتفقدها برضو بشكل جيد محيطك العائلي ممكن شوي هيك يصير فيه نوع من أنواع سوء التفاهم وهذا الشيء ممكن يعرضك للإرهاق العصبي أو للتوتر أو حتى لأمور إلها علاقة حتى بالجسد يعني ممكن إنه الشكوك والغيرة جزء واثنين إصابات إلها علاقة بالأعصاب أو آثار إلها علاقة بالأعصاب تأثر عليك بشكل كبير فبدك تحذر من كل النقاط طبعا مثل كل حلقة بقول يعني هاي توقعات ولكن أنا ما بجعمل في توقعاتي لازم أحكي الإشي زي ما أنا شايفه زي ما أنا بدرسه زي ما هو صح بفيدك أنا حتى لو حكيت بشكل سلبي وأنا عارف أني حكيت بشكل سلبي ولكن لمصلحتك عشان تنتبه تتواقع تعرف نقاط الخطر وين عشان ما تتعرض لهاي الأمور ولكن أني أطمنك وأقولك أنها ممتازة بعدين تجد أنها راح تخذلك أو راح تكون ضدك ورح يصير فيها أشياء مش مناسبة فهنا أنا ضريتك حتى لو أنا جاملتك طاقة إيجابية ونفسية وألهمتك عشان تتجاوز هذا هذا كله كلام أنا ما بأخذ فيه أنا بأخذ بالإشي اللي أنا بشوفه صح وبقدر أفيدك فيه هذا نقطة اثنين اللي بيجي بقولك طيب إيش حجر كريم أو الصفيحة المش عارف إيش ولا هاي اللي بتطرد سلبية التراجع أو سلبية الكوكب كله كلام فاضي ما تردع هذا الكلام فهي عملية أنك تطرد سلبية الكوكب أنك تنتبه لهذا الكوكب إيش الأشياء السلبية اللي أنا حضرتك منها تنتبه لها وتحاول تأخذ في هاي التحذيرات هيك أنت جوزت السلبية تاعت الكوكب وإن شاء الله إنها بتكون لمصلحتك بدون أي آثار سلبية وبتمضي الفترة بدون ما تشعره بكل اللي أنا حكيته ولكن هاي أماني اللي لازم أني أنا أحكي فيها وفي النهاية زي كل مرة نقول والله أعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أترككم في رعاية الله وحفظه إلى اللقاء